أي لهجة عربية تكون الأفصح حاليا لازم نشدد على كلمة حاليا ليش؟ لأنك أنت لما تدرس كل لهجات دولة معينة يعني مثل الكويت الحاضرة لديهم أنواع لهجات وأفرع لهجات والبادية لديهم أنواع لهجات وأفرع لهجات فمثلا القبيلة الواحدة تجد أن لها أفرع وأفرع هذه القبيلة الواحدة لها أطياف أو نكهات في لهجات القبيلة الوحدة فما بالكم مجمل كل القبائل وكل الأسهر وكل المناطق في دولة وحدة أطلع منه الأفصح بينهم أي لهجة الأفصح وبعدين تروح لكل الدول العربية وتحل لهجات كل الدول العربية وبعدين أطلع منه الأفصح وها تكون الأفصح حاليا ما تكون الأفصح مطلقا لأن اللهجات كذلك تتغير في لهجات تزيد عندها كلمات إنجليزية وفي لهجات تنقص عندها كلمات إنجليزية يعني مثلاً إحنا في الكويت زادوا اللي يتكلمون إنجليزي وإحنا بلد مستقل فالسالفة مو بس علشان والله بلد والله هذا مستعمر لا 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 حتى بعد الاستعمار اللي صاير إنه في مدارس أجنبية خرجت أجيال يركزون على الإنجليزي تعطيه نص عربي يضيع يعني وصلت السالفة إن ببيوتهم ببيوتهم يتكلمون إنجليزي إنجليزي ببيوتهم ولما يتكلمون عربي بين بعض يضيعون بعض الوسر يعني مو كل الناس لا فأنت الحين عندك فترات يعني النفط طلع البلد مستقل وعقوبة هذا تزيد اللغة الإنجليزية وأنا أتفاعل ومو تفاعل يعني هالشكل بس هذا اللي أنا أشوفه إن شفت اللي يدرسون من المدارس الأجنبية وهذا شيء جميل نفسهم زادت عندهم الفصحة واللي يعني بيقول لا هذا بس كلام خرطي وهذا بالفعل تدنون ليش يعني الناس ما هم لأن صارت فجوة بينهم وبين لهجاتهم ما لو أكثر للفصحة الصافية وهذه فئة صغيرة في المجتمع ومو يعني مو محددين يعني اللي درسوا في مدارس خاصة من طفولتهم ليه الجامعة المدرسين إنجليزي الطلاب كلهم يتكلمون إنجليزي لا طلعوا برة مع بعض قاموا يتحجون إنجليزي ونساتهم كلها إنجليزية بإنجليزية وهم نفسهم ولا شوف منهم كثير فادتهم الثقافة الغربية لأن الثقافة الغربية في منها فوادوا في منها سربيات ومخذوا الإيجابيات وصاروا يندمجون في تأليف الكتب والروايات فتلقى تفكيره مميز حلو ما أقول هم الأحلى هم الأحسن وما في أفضل منهم لا بس فيها فأنا قاعد ألاحظ قارن تعليقات الناس في أيام المنتديات وقارن تعليقاتهم الآن كلها سلبية وكلها طنازة وكلها ضحك وكلها غشمرة لا راح تلقى الناس فصاحتهم وثقافتهم ووعيهم ترزات خلنكون واقعيين ترزات وهذه حتمية لأن أنت في 1940 1950 1960 1980 لما التعليم خلاص صار حق كل الناس اللي في الكويت اللي دخلوا المدارس ترى أمهم وبوهم يعني هذه النسب كبيرة كانت في الكويت والحمد لله قلت هذه النسب أمهم وبوهم عمرهم ما دشوا مدارس عمرهم ما دخلوا مدارس فالجيل اللي دخل المدارس وأنجب أبناء هذين الأبناء أجدادهم أمويين الحين شفت اللي أجدادهم أمويين ترقلت نسبتهم وزادت نسبة اللي أجدادهم كلهم يقرون ويكتبون هذا زاد الفصاحة في الكويت فبلدي أنا الكويت اللي فيه تنوع لهجات كثيرة تلقى تنوع لهجات ترقل وتبي تسوي تجربة بسيطة حضري طفل حضري وطفل أبدوي الطفل الحضري عطى كتيب فيه أغاني وأهازيج أو يعني الموروث الشعبي للبحارة وهم يغنون في البحر فيها كلمات رح تلقى هذا الطفل مواليد 2010 وهو يعرف يقرأ ويكتب فصحة نزيل قول لبابا اقرأ الله يا حبيبي اقرأ هذا ورح يتواهق هو ممكن يقرأ ونطقة ما رح يكون ترى صحيح مئة بالمئة فضلا عن فهمه هو ما رح يفهم كل شيء ولا مثلا طفل ابدوي وتقول له اقرأ ديوان مكتوب وانت يا ولدي عمرك ما سمعته بس أبيك تقرأ قراية مو سمعت ابوك عقوبها قلت ابوك لا اقرأ مباشرة اعتمد بس على مخزونك اللغوي ما عندي مخزون لغوي ما عندي مخزون لغوي فهو الولد يعتمد على الحفظ الشفوي بس الكتابة والقراءة خلاص تأسيس عربي فصيح فهذه من ضمن العوامل الكثيرة اللي تأدي لانكماش تنوع اللهجات وزيادة الفصاحة ف يعني أنا حابني أبشر الناس إن في الكويت إحنا مرينا في فترة ضعفت فيها الفصاحة وترى أنا قاعدين نرد للفصحة ف عودة الفصحة هي ظاهرة على فكرة بكل اللهجات العربية فبالتالي هذا السؤال أحبني أشدد عليه وأقول حاليا لأنه راح تشوفون لهجة عن لهجة راح تسبق الثانية وراح تكون هي الأكثر فصاحة يعني عندك مثلا في دول عربية كانت فيها كلمات كثيرة تركية واندثرت في كلمات تركية في مصر اندثرت وعشان تشوفون عشان مثلا تحسون بهذا الشي شوفوا فيلم مصري قديم فيلم مصري قديم بتشوف أنه أيام الملكية أيام الملكية راح تشوف أنه فيه كلمات من أول ما تسمعها على طول تدري أنها أعجمية وتلقاها انقرضت وتلقى حتى أسماء ذات صفات أجنبية أنا أقصد جميع عفوا اندثرت ترى حول العالم العربي كله يعني ليس فقط مصر حتى إحنا في الكويت عندك كلمات غير عربية وغير فصيحة وقديمة واندثرت وفي التك توك تشوفون أنا معبي أمثلة وخاصة البعض اللهجة المصرية قال لكم فيه كلمات تركية الأصل في اللهجة المصرية وفيه فيه اللي اندثرت وماتت ماتت المصريين ما عادوا يستخدمونه فهذا شنو معناته معناته اللسان المصري يزداد فصاحة اللسان السوري أبدا هو أصلا قوي الفصاحة اللسان العراقي كذلك هذا هذا شيء طبيعي لأنه لازم لازم تعترف بشيء ظاهرة المدارس ترى ما عد عليها أكثر من مئة سنة في الوطن العربي يعني نقول كل الدول العربية كلهم بنفس الوقت صار لهم مدارس مو كلهم بنفس الوقت عندهم مدارس ومرت على هذه ظاهرة مئة سنة أنت تدري شنو معنات هذا كلام تقريبا متوسط عمر الفرد الواحد تقريبا نقول ثمانين سنة تقريبا تقريبا ديمقرافيا يعني أنت الحين عندك هو عمره نقول خمسين أو ستين سنة صار جد مئة سنة يعني أربعين سنة هذه فاضية أربعين سنة ما كانوا يروحوا لمدارس شعب كامل ما يروح مدارس شدت وقع وبعدين شعب كامل قام يروح المدارس ويقرأ ويكتب يقرأ ويكتب شنو معناتها معناتها أن حتى أنا لما أمثل أو لما أكتب مسلسل أنا ما معني بالفن بس مثال مثال لما أنا أكتب ولا لما أنا وزارة وأصدر بيان الله أقدر أتكلم بالفصحة أكثر يعني مثلا أنا أعطيكم مثال شفتم الأفلام الأفلام العربية اللي عن يعني عن تراه وكذا وكذا ترى ما كانوا يقدرون يتكلمون بهذه الفصاحة لوما هم كانوا متيقلين أن في جمهور سيفقه هذه العربية إلى حد ما إلى حد ما إلى حد ما وليس مئة بالمئة فالفن نفسه يعتمد على ثقافة المجتمع لأن الفن هو مرآة المجتمع فبالتالي المجتمع هذا ثقافته أو وعيه بالعربية يزيد وشعره النمطي أو عفوا يعني شعر في اللسان العامي ترى قاعد يقل قاعد يقل ولو تلاحظهم دائما يقولون إحنا لازم نحافظ على هذا الموروث إحنا لازم نحافظ على هذا التراث ليه لأنه قاعد يحس أنه هو من قراط قبل ما كان في بديل عنه الحيلة يعني أنا أحدثكم أنا الصراحة ولا استهانة بالموروث الشعبي نهائيا لأن أنا من أسرة ناس يعني لهم بهذا المجال أنا الصراحة ما أندمج أنا أحترم وأقدر بس ما أندمج إلا بالشعر العربي الفصيح نعيب زماننا والعيب فينا وما لزمالنا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا لهجانا وليس الذئب يأكل لحم أخيه ويأكل بعضنا بعضا عيانا أنا هذه الأبيات أحبها و و وعلى سبعين ألف خطة أحمر أحب يا محل الفنجال مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثقيلة هذا ولد عمن وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثيله طيب تبي تقول لي هذه الأبيات من ريكان بن حذلين من قبيلتي العجمان تبي تقول لي أن كل كلامه هذا ما استخدم كلام عربي فصيح كل القصيدة ترى الجذر عربي فصيح صح أنه في لهجة معينة بس ها عموما شفت هذه الأبيات لو مثلا تقال لكل العرب مو كل العرب راح يندمجون يحترمون الفكرة والمعنى وهذا بس ما يأثر بقلوبهم لأنه مو لهجتهم بس لو أنا مثلا في هذا الزمن المعاصر ألقي قصيدة عربية فصيحة تنتشر وتأثيره يكون أقوى ليه لأن الكل تخرجوا من مدارس خلاص الناس تخرجوا من مدارس فهذا السؤال ترى أنا أحب أني يعني أفرح المشاهد وأقول ترى هذا الأحسن أنك ما تخلي بصيقة الماضي أي لهجة عربية كانت الأفصح بل الحلو أنك تقول أي لهجة عربية ستكون الأفصح والله إحنا مستقبلنا حلو أنا ما لي متفائل يعني تفائل ما هو منطقي ولكن العربية عمر العرب مو هم اللي حافظوا على العربية الله عز وجل الذي حافظ على العربية لأنها هي ويعاء كلامه اللي هو القرآن الكريم فأنت لا تخاف على العربية أنها تموت فأنت خلاص تفرغ لهذا السؤال اللي هو منهي اللهجة العربية اللي رح تسبق كل اللهجات الثانية وتكون هي الأفصح العربية تموت لا مهي ميتة مهي ميتة بل حتى بعد موتنا ما رح تموت لأن اللغة أهل الجنة اللغة العربية أنزل الحين نشوف كيف تكتشف بهذا الصباق الحين كل صباق له قياس مثلا الصباق المضمار معين تقيس المسافة شنه مسافة فصاحة أي لغة هذه الثلاثة إذا أحد عند وجهة نظر إنه في مقياس رابع فليتفضل مشكورا بالتعليقات أولا امسك كل لهجة من كل دولة والله يعينك لأن كل دولة عربية بحر لهجات وآتينا بالنسبة الإجمالية لعدد الكلمات الفصيحة باللهجة المعينة من الدولة المعينة فمثلا نقول نقول على سبيل المثال مثلا الدولة الفلانية ماذا عدد لهجاتها واحد اثنين ثلاثة أربعة كثير بس نفترض نفترض أن دولة فيها بس أربع لهجات طبعا مستحيل دولة عربية فيها بس أربع لهجات وهذا عادي هذا من باب التنوع الحلو الجميل الطبيعي وليظر اللغة العربية واللغة العربية مخلدة بحفظ الله ورعايته طيب الدولة الفلانية واحد اللهجة الأولى اللي فيها نسبة الكلمات الفصيحة فيها مثلا 90% اللهجة الثانية والله نسبة الكلمات الفصيحة اللي فيها 80% هذه نسبتها مثلا 75% هذه نسبة الكلمات الفصيحة فيها والله 60% من حيث بس عدد الكلمات وبعدين في ملاحظة ضريفة شفت لما أنت تمسك لهجة معينة من مجتمع معين تحتاج أنك أنت تراقبهم 24 ساعة باليوم و 7 أيام بالأسبوع وتحتاج أنك أنت تراقب أفراد أسرتهم في كل مواقفهم و كل ظروفهم وهذه اللي عملتها دراسة بريطانية بعدما استأذنوا قانونيا الأسر والأشخاص أننا سننتجسس عليكم طبعا الأشياء المقبولة يعني وإنتم لا تدرون نحن سجل صوتكم ولن يستخدم محتواكم هذا إلا بين القاعة هذه اللي تدرس وراح يقدم للطلاب اللي يدرسون وأنا لما تخصصت في أداب الغوة إنجليزية وجدت أن في بالفعل مكتوب ستيسي وهذا اسم العائلة اسم الفلان وفلان وفلان وذاكرين أنه إحنا ترى غيرنا أسماءهم الحقيقية حرصا على الخصوصيات المهم أن الحوار موجود فشلو يكتب لك ترى هم الحين دخلوا المطبخ شوف ترى هم من المجتمع الفلاني اللي يتكلمون من الإنجليزية في لندن بس المجتمع الفلاني اللي لهجته اسمها اللهجة الفلانية شوفهم ترى في المطبخ ترى قالوا هذا الكلام وترى هذا ولدهم يوم راح في الشركة شوف ترى لما صار للموقف الفلاني في الساعة الفلانية بالشركة هذا اللي يتكلم اللهجة الفلانية من المنطقة الفلانية قال هالكلمة الفلانية اللي ما يقولها إلا مرة كل خمس سنين فأنت الحين تحاول أنك تعصر مجتمع كامل تطلع كل كلماته وراها تفرز من كل كلماته النسبة الصافية لنسبة فصاحة اللهجة هذه فتتحتاج فريق بحث يشتغل 24 ساعة بدون مبالغة و 7 أيام بالأسبوع بدون مبالغة ويكون لك معجم كامل لكل لهجاتهم وبعدين يحطهم بكل الظروف اللي هم ممكن يمرون عليها مع العلم أن لهجتهم قابلة للتغير وأن جدهم كان يتكلم كلمات معينة سقطت من كل لهجة هالمجتمع وحفيدهم دخل كلمات جديدة من لهجة هذا المجتمع خربطت النسبة هذه يا إنها زودتها أو نقصتها فيعني شغل 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 تدرس أعظم بناء بشري اللي هو البناء اللغوي اللي هو مبنى دايما ينبني هو المبنى اللي دايما ينبني مثلا تقول يا أخي أعطنا عطا عايري الله اليمن صح؟ ماشي اليمن تدري أن اليمن نفسها فيها لغات غير عربية مو بس لها جاد وتدري أن الحضارة ما عندهم لغة 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 وغلطان اللي يقول لك إنها لهجة لا لغة يلا أنت الحين عربي اقرأ هذا الحرف تعرف تقرأ هذا الحرف فعلا ما يبيلا شيء هم عندهم هذا الحرف أنا ما عادت تكلم الحضارة اللي يتكلمون العربي ايه يلا اقرأ لي هذا الحرف أربع نقاط هذا تدي شون تنطقة الحين هادي الشفتين وهذا الشدق تخرج الهوى من هنا وهني 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 يعني ما يلمون يوم خلوه أربع نقاط شه مرة واحدة وعندهم العبرية ديانة سماوية من آلاف السنين عندهم وفن وشعر وغناء بالعبري ايه بس هذا مو جزء من من المكون العربي اليمني الفصيح يعني ما هو ايه بس موجود موجود سوريا فصاحة وتعريب قوي بس عندهم أرمن عندهم اللغة السريانية ما يصير تطدها من المجتمع والسريانية ما أثرة على العربية الفصيحة والأرمنية والعراق نفس الشي وعندهم اللغة الأكادية اللي أصلا أثرت على العربية الفصيحة اللي قبل الأنبياء مو كل الأنبياء اللي قبل عيسى عليه السلام ومحمدان صلى الله عليه وسلم الأكادية كانت موجودة وأثرت على العربية مو العبرية العبرية دائما تسرق كل شيء وتنسب لنفسها فأنت الحين ما يصير تلغي هذا الشيء في مصر لغاية هذا اليوم في كلمات فرعونية فرعونية تأثر على النسبة ترى مثل الأطفال السح الدحم بو ادي الواد لأ بو هذا ترى فرعوني ترى يا مطر رخي 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 يعني اهبطي انزلي بالفرعوني و عندك مثلا أنا بسوي مقالة كاملة عن الكلمات الفرعونية في اللاجئة المصرية بس مخاطر بالي لحين شيء وانا كثير اللي عندي وكاتبها فأنت الحين عندك كل وطن عربي له أمم وحضرات موجودين قبل الإسلام أصلا مزيء مثل الأمازيق اللي في المغرب ما يصير تلغيهم ما يصير تلغيهم فهذا يعمق البحث طيب عدد الكلمات من كل لهجات إي 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 مو أنا الحين قلت لكم اللهجة الفلانية رقم واحد واللهجة الفلانية رقم ثلاثة ورقم أربعة وطلعنا النسب قلنا والله الدولة الفلانية آفون هنا قلت والله مثلا الدولة الفلانية اللي فيها هذه تسعين بالمئة هذه مثلا سبعين هذه ثمانين هذه خمسة وستين مثلا أدري أن أتغير حين قبل غصي الله المهم هذه الدولة الفلانية إي لنا بس مثال الدولة الفلانية هات الإجمالي لجمع كل هذه النسب طلعت الناتج بعدين قارنا بالناتج الإجمالي للهجات كل الدول العربية علشان تشوف أي دولة عربية إجمالي كل كلمات لهجاتها فيها الفصحة نزيل خلصنا نحي من عدد الكلمات نجي على الأدوات اللغوية في لهجات عربية لا يحصنون استخدام المذكر والمال ليش والله بسبب تأثير لغتهم الأثرية اللي قبل تواجد اللغة العربية عندهم هم أصلا وفي لهجات لا تحسن استخدام أو ما عندها حتى نهائيا الجمع المؤنث يعني مثلا يقول والله باصاتهم مدرسة البنات باصاتهم بمدرسة البنات باصات عطلانة مثلا باصاتهم هم بنات يقول باصاتهن بس لحظ لحظ حتى لو انت قلت باصاتهن باصاتهن كلمة باصات أصل مفصيحة فعندك لغات أو أعفوا لهجات عربية عندهم أدوات لغوية كثيرة صحيحة بس نسبة عدد الكلمات الفصيحة عندهم قليلة شفت وين المسألة فالمسألة تحتاج يعني دكاترة لغة عربية يعني يفندون كل لهجة من كل دولة والنسبة الإجمالية ليس لعدد الكلمات فقط بل النسبة الإجمالية لعدد الأدوات أو القواعد النحوية الإنجليزية الفن العربية اللي موجودة في هذه اللاجلة في هذه اللهجة ويقول لك النسبة الإجمالية لهذه اللهجة كثير يستخدمون من قواعد اللغة العربية بعدين نجي على سالفة التعريب سالفة التعريب هذه أخطر مسألة لأن مسألة التعريب هي اللي تضمن لك هذا السؤال لما يكون بصيقة المستقبل للأمانة أشوف رمش عيني طاح منها للأمانة على حد علمي أكثر دولة عربية تهتم بالتعريب بدقة بدقة في جميع المجالات العلمية ترى سوريا نعم سوريا فسوريا عندها التعريب قوي طيب يعني شنو التعريب بالأساس أنا أقولكم يعني شنو التعريب الله يسلم التعريب يكون حد الأمرين يعني كنت هذا الجهاز تسميه الرأي أو تسميه التلفزيون أو مثلا هذا الجهاز تسميه بالعربية اللابتوب رغم أنها ممنوع من الصرف لأن اسمها جميع بس مثلا بتقول اللابتوب لابتوبان لابتوباتك بس شنو سموه الحاسوب لأنه يحسب وحاسوب فعربوه بأحرف عربية بكلمات عربية رغم أنها اختلاق غير عربي هذا التعريب اللي يحافظ على عروبة اللغة فيه يقولك لا مثلا التلفزيون سمه تلفزيون لا تسميه اسم ثاني عندك مثال ممكن يصدمكم كلمة بوسة ترى معربية ترى فارسية بس فيه شاعر يمني والشاطر اللي يقول بالتعريقات قديم يعني من مئات السنين يعني عرب هذه الكلمة ودخلت المعجم العربي وهي من الكلمات الأعجمية الأصل وعندك حتى الأرقيلة ترى مو فصيحة عندك ماذا كلمة الفلسفة يونانية من الاشتقاقين اليونانيين فيلو صوفية العرب ما لقوا كلمة عربية يعني تعادل هذا الشيء لأن فيلو يعني حب باليوناني وصوفية يعني العلم فيلو صوفية يعني محب العلم فبدل ما أنت تقول محب العلم محب العلم فيلسوف فأحيانا ال